اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هو مرض قديم جداً يعني من أقدم الأمراض المعروفة يعني تقريباً مثلاً 1600 قرنة 1619 ده بدأت اكتشافه كان على يد طبيب ألماني طبعاً هو كان كلمة حسب ألمانية هي أو الروبيلا كلمة روبيلا اللي هي اللغة اللغة اللاتينية جاي من الأصلها كلمة لاتيني بمعنى اللي هو الأحمر الخفيف فهي دي جاي من هنا أصل كلمة كلمة اللي هي الروبيلا اللي هي أسمها الأصلي إنما الحسبة الألمانية هي من بتشبه في الأعراض والشكل العام بتاعها كظهور يعني طفح جلدي شبه الحسبة فسموها الجيرمان ميزلز أو الحسبة الألمانية ده بالنسبة لي بعض الدول في أوروبا وفي ذات الإنجليز يعني مفسبوها الحسبة الألمانية لكن هي في 1619 دي بداية أول ما بدأوا يشوفوها لكن بردك ما كانوش قادرين يعملوا عملية توصيف حقيقي له لغاية مثلا في 1962 بدأوا يحط كاركتريزيش اللي بدأوا يحددوها يعزلوها يعزلوها يعزلوا المسبب اللي هو الفيروس المسبب وبدأ بعلها شكل معين وفي 1967 بدأ يظهر أول تطعيم لها بالنسبة للحسبة الألمانية وهي الحسبة زي ما احنا قلنا لها شكل برضو كهي طفح جلدي لكن مختلف شوية لأنها بديبدأ الطفح بيبقى على الوجه بيبقى بيبدأ من خلف الأزن كده ويبدأ ينزل على الوجه وطبعا بيعمل تدخم في اللغدد اللفوية فمن هنا جات الفكرة يعني لكن ما كانش بسر ما حصلش مشكلة كبيرة أول ما ظهرت يعني بدأت كانت مشكلة كلها فردية يعني لغت لكن هي لجنية عاملة مشكلات كانت عاملة مشكلات في حوالي 1943 نخط 1944 45 كانت عاملة وباء في في أمريكا كانت تسببت في صابة 30 ألف طفل في هذلك الوقت فهي دي من نسبة يعني السبب الرئيسي لتسمية يعود إلى الألمان تمام نروح بقى لنهاردة الكابسولة النهاردة هتودينا على فين؟ هي الكابسولة النهاردة هتودينا إحنا استمرارا لي الحلقات أو مستمرارا للترند اللي احنا ماشيينه لنهي نتكلم على الأمراض الملقولة عن طريق الهواء أمراض المعدية فهنا نتكلم ممكن نتكلم على الديفترية الديفترية تمام الديفترية دي من أحد الأمراض اللي هي مميز أوي اللي هي بتصيب من أحد أمراض الحل اللي بتصيب الحل فالديفترية طبعا ده مرض بيبقى معدي شديد العدوى يعني إذن هو بيصيب الجهاز التنفس العلوي اللي هو الحل الحل يعني معظم عشان برضو الناس اللي بتسمعنا ما نقول جلم الجهاز التنفسي بيجي في دماغ على طول الرئة والكلام ده كله لا ما هو الجهاز التنفس العلوي احنا عادينا لناس اللي هو بيبتدي من الحل لا هو حداك الجهاز الهضمي بيبتدي من الحل من الفم طبعا ده يعني ده موضوع تاني مختلف شوائع لكن بيخش برضو بيضم معها إصابات في الجهاز التنفسي اللي بيصيب الحنجرة فإحنا خلينا نقول إنه هو طبعا بيأمرض بعدي شديد العدوى طبعا بيعمل التهابات فيه بيعمل إصابة بيسيب أبجاب التهابات في الأخشية المخاطية المبطينة أو الموجودة على اللوزاتين في الحل في حتى البلعوم كمان ممكن توصل للحنجرة وفي بعض الأحيان ممكن تعمل ده في الأخشية المخاطية المبطينة للأنف والعين الأنف والعين وكمان نادر قوي والعضاء التنسلية عشان برضوك بقى موضوع ده بقى واضح برضوك ونادر لما بتصيب الجلب هي بكتيريا أو لفيروس؟ بكتيريا تمام بكتيريا بكتيريا وبتبقى في عادة عادة بيبقى غشاء رقيق بنقول بيلتصق بالحلق طيب المسبب زي بحضر لك قلت بكتيريا بكتيريا دي بتعمل إيه؟ يعني إيه المشكلات اللي بتعملها؟ المشكلات اللي بتعملها هي بتفرز حاجة اسمها التوكسينز أو السموم التوكسينز دي بتكون لها تأثيرات يعني كبيرة جدا في مكان الإصابة هو اللي بتعمل الأعراض والآلام اللي بتزهر طيب إحنا دلوقتي طب عندنا بتحصل إمتى وفين يعني؟ هي بتحصل مشهور أو يحدثها في المناطق اللي هي جوها معتدل يعني هي مشهورة جدا في المناطق اللي جوه معتدل وطبعا في فصل الشتاء والخريف والربيح من أكتر الأوقات اللي ممكن يحصل فيها انتقال لهذا المرض اللي هو التقلبات السريعة في الجو؟ يعني لا مش قصة التقلبات السريعة في الجو على قد ما إن هي إن درجة الحرب تبقى معتدلة تمام يعني في الفترة دي ما فيش طلالات سريعة أوي لا عجسي يعني إذن هي بتمتاز في السبات في الجو؟ في الجو أخبر حضاك في الشتاء والخريف والربيح لأن درجة الحرب تبقاش بعيدة عن بعد قوي أخبر حضاك ده وطبعا بتصيب طبعا أطفال هم أكتر عردة لهذه الإصابة عندنا حاجة تاني طب طب طرق النقل بتاعتها طرق النقل بتاعتها هي إما بطريقتين إما بشكل مباشر عن طريق الرزاز أو عن طريق الكلام أو التلامس أو المنامسة والطريقة الغير مباشرة عن طريقة باعة لكن النهاردة تعرف إن هي ممكن تنتقل عن طريق لأنها بكتيريا فممكن تبقى موجودة في أغزية وخصوصا للحليب لبن طيب إحنا النهاردة في قضية طيب هو النهاردة مين بيبقى مصدر العدوى؟ لأن إحنا قلنا فيه فيه دور للعدوى نفسها فعند مصدر العدوى في هذه الحالة هم اتنين المريض وحامل للميكروب يعني مريض عليه أعراض وحامل للميكروب معلوش أي أعراض ولكن حامل للمرض ولكن حامل للميكروب موجود عليه أو حامل للبكتيريا موجودة عليه طيب إحنا النهاردة طيب مين هم اللي أكثر عرضة؟ أو إيه هي الكريتيريا بتحصل بالإصابة؟ أو الخصائص اللي بتحصل الإصابة أو المواصفات؟ إحنا النهاردة طبعا قلنا الأطفال اللي هم مش وغدين أي تطعيمات دول أكثر عرضة للإصابة لكن عندي لو أنا حصل الرضيع لو الأم كان حصل لها إصابة في وقت من أوقات بتكسب مناعة سلبية ورصية للرضيع بس بتقعد حوالي 6 شهور يعني هي مناعة سلبية معناها سلبية يعني الأم نفسها هي اللي بتكون الأجسام المضادة والأجسام المضادة دي بتروح عن طرين ماشيمة للطفل أو الرضيع فبتبضل لها وقت معين ودي بيبقى لها دور كبير جدا في الأول في حمية الطفل في كاسم من الأمراض من ضمنها دعا التاني اللي هي ممكن لكن لو حصل إصابة احنا قلنا في الحزبة والحزبة الألمانية والجوديري لما بتحصل إصابة بتبقى المناعة في الغالي بمناعة دائمة إنا من حين المناعة ليس دائمة مناعة مؤقتة لما بتحصل إصابة بتبقى مناعة مؤقتة تعد حوالي 6 أسابيع يعني إذا الممكن المريض يوصد تاني طبعا طبعا لكن اللي بيقل للحدت هذه الإصابة اللي هو التطعيم الطبع الدفترية فيه تطعيم التطعيم وهو ده اللي بيقلل وده بياخد منعة بتكون طويلة شوية طب احنا عندنا فيه نقطتين مهمة النقطة الاولينية اللي هي فترة سرايا المرض او فترة العدوى بتاع المرض لو انسان مريض تقعد اسبوعين يعني مريض خلال اسبوعين دول يستطيع ان هو ينقل المرض لحد تاني طب لو حد حامل المرض ست شهور ست شهور لو واحد جان ومزهرش عليه اعراض بكل يوعد حوالي ست شهور ست شهور ممكن يعدي ناس تاني طبعا لفترة الحضانة من يومين لخمس تيام من يومين لخمس تيام بعد الخمس تيام يظهر على المريض الاعراض والاعراض المرض هو الفترة الحضانة من بداية التماس لغاية بداية زور اول اعراض من اثنين لخمس تيام فالتا النهاردة ده بالنسبة للحضان طب ايه هي الاعراض بتاعتها وشكلها ايه وبنعرفها ازاي اولا هي بتبقى ارتفاع شوية متوسط في درجة الحرارة عندك بيتكون غشاء بيكون سميك بيبقى موجود بيساوي غشاء سميك بيبقى موجود في الحلق وطبعا هو بيعمل فيه بيبقى فيه ألم في الحلق وصعوبة في البلع والغشاء السميك ده بيتكون على اللوزاتين تمام تكون في الحنجرة وممكن يبتدي للأنف والعين والأعضاء التناسلية وطبعا ده يعني في الغالب بيبقى لونه بيبقى لونه رمادي غامق شوية ده بالنسبة للأعراض بتاعته احنا عندنا هل فيه مضاعفات بتحسن منه عشان احنا لو احنا يعني حصل اصابة منه المضاعفات بتاعته في مضاعفات صح؟ لا تقيد طبعا ولكن نخلي المضاعفات للحلقة اللي جاية إن شاء الله عشان نكمل مضاعفات ده هنتكلم على المضاعفات وهنتكلم على العلاج حاضر الوقاية وممكن نضيف حاجة كمان للعلاج الوقاية تمام؟ خليني في نهاية الفقرة عنية من بينامج سحياتك سرواتك النهاردة هنشكر ضيف وضوفكم الدكتور محمد رجل الشرح سيئو المناعة محمد على عام اللقاء في الأسبوع اللي جاية إن شاء الله تعالى نستنى بقى أو نستعد للفقرة التانية مشاكبات عادل وعلاق ونشوف ايه بقى قصة قونين الكارزمة وحياتة السقة بالنفس فاصل ونواصل